بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين حياكم الله أخواني الحضور في الساعة الثانية من الدورة التدريبية التي بعنوان تصميم أنظمة البخ الري باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونستكملها مع مهندسنا العزيز مهندس عمر خليفة تفضل مهندس عمر شكراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أنظركم للجزء الثاني الخاص بالدورة التعريفية بأنظمة الضخ أو الري بالطاقة الشمسية أحد البرامج أو أشهر البرامج المستخدمة في المجال عموماً في كل أنواع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية هو برنامج البي بي سيس وبرنامج معتمة لدى كثير من استشاريين ولدى كثير من الجهات التمولية المهتمة بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية برنامج البي بي سيس من مزايات أنه يقدم تقرير أو ممتاز جداً يعني نستطيع أن نستند إليه ولكن خلينا نتحدث بصدق بخصوص أنظمة الرئيب الطاقة الشمسية نجد لعدم تحديث أو عدم وجود الملفات الخاصة بالبنبات أو المدخات المختلفة لأن البي بي سيست بتعامل معنوم معين من الملفات التي تحمل كل البيانات الفنية وكل المعلومات الخاصة بكل مكون من مكونات السيستم أو أنظمة الطاقة الشمسية فنجد مثلاً بالنسبة للألواح الشمسية ما يعرف باسم البان فايلز ودي بيتم الحصول عليها من الموردين نجد بالنسبة للإنفرترات سواء كانت الـ on grid أو متصلة بالشبكة أو الـ off grid ما يسمى بـ ond files كذلك الملفات التي تحمل كل البيانات الخاصة بالالكترونبات أو الـ pumps ما يسمى بـ .pmp files الملفة .pnp file بيكون عليه كل البيانات التفصيلية وكل البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالـ pump أو الموتور بيكون فيها الـ rated current والـ frequency والـ power factor الخاص بالـ pump بيكون فيها الـ maximum power أو الـ power بيكون فيها زي service factor معلومات وبيانات كثير جداً مهمة كل ما تم أخذها في الاعتبار عند عمل simulation تؤدي إلى نتائج قريبة جداً من النتائج الواقعية فهي دي المشكلة اللي موجودة في البيبيسيست أو عموماً في معظم simulation بيتم الاستعادة عنها أن بعض الموردين أو بعض المصنعين للـ pump يقوم بعمل زي design tool، tool خاصة بهذا المصنع أو المورد يتم من خلالها احتساب كميات المية التي يتم دخها باستخدام المكونات الخاصة به وبيتم اظهار بعض المعلومات وبعض الاناليسز البسيطة جداً مش معنى كده ان البيبيسيست اللي هيعمل مع نظمة الرئيب الطاقة بشيء بالعكس تماماً ولكن الصعوبة هنا في توفير البي ام بي فايلز اللي لم تكن موجودة هناك طريقة يدوية نستطيع من خلالها ادخال كافة البيانات الخاصة بكل بامب إلى البرنامج ويتم التعامل معها بشكل ممتاز جداً وتكون النتائج اقرب الى الواقع بشكل كبير جداً فهي دي اهم نقطة في البيبيسيست الخاص بانظمة الرئيب يعني البيبيسيست الخاص بالانظمة المتصلة بالشبكة او الانظمة المفاصلة بما فيها البطاريات سهل جداً التعامل مع البيبيسيست ولكن هنا في نقطة لازم نخلي بالنا منها وهو التأكد من موجود ملفات تحمل كل البيانات الخاصة بالبامب اللي لم تكن موجودة فعليك استجدام الدياتاشيت او الكتالوجات الخاصة بالبامب واتخال كافة البيانات يدوياً الى البرنامج حتى تستطيع الاستفادة من السيموليشن ومن الدزاين وتحصل على معلومات توحاك الواطع بشكل كبير وتؤدي الى مصداطية القيم او كميات المية الموجودة في تقرير البيبيسيست طبعاً لو حضرتك تعملت معها قبل كده فانت هتكون familiar بالشاشة اللي بتظهر امامنا دي ولو حضرتك اول مرة في التعامل مع البيبيسيست هتجد يعني هنوضح بعض المعلومات زي الايكونز الموجودة في الشاشة الرئيسية او بنبدأ ان شغل البرنامج بيكون عندي ما يسمى بيه البرلمان الديزاين او الديزاين المبدئي وده طبعاً بيتم يعني بيستردمه المبتدئين في المجال او اللي عايز يعرف ارقام تقريبية بشكل سريع جداً ولكن ده ديزاين غير دقيق وفي نفس الوقت لا يحمل كثير من معلومات اللي انت هتحتاجها في عمل الاناليسيز او التحليلات المختلفة لان تيجد موجودة عندك هنجد هنا البروجيك ديزاين وهو ده اللي هنلاقي فيه كل انواع السيستم المستخدمة في الديزاين هنجد الديتا بيزز الخاصة او قواعد البيانات التي تحمل كل بيانات الكمبوننت المستخدمة داخل البرنامج وطول خاصة بالبرنامج طبعاً دي كلها هنلاقي ان شاء الله في الاسفائدات اللي جاية كلها تفاصيل شرح استخدام البرنامج ولكن خلينا مع بعض هنعمل شير سكرين للبرنامج نفسه بحيث نستطيع التعامل مع البرنامج نستطيع التعامل مع البرنامج هل شاشة واضحة كده للجميع شواند السليم شواند السليم شواند السليم شواند السليم شواند السليم شواند السليم هل شاشة كده واضحة اه تمام هو دي الوجهة الاساسية لما نبدأ نشتغل مع البرنامج فلو اختارنا دي الشاشة الفتاحية اللي بتكون موجودة داخل برنامج البيبيسيست بيكون فيها عندي ايقون البرليميري ديزاين او تصميم مبدئي والبروجيك ديزاين والدياتابيز والتولز لو دخلنا عن البروجيك ديزاين وقلنا ده دي التول اللي احنا نبدأ بها البرنامج ونختار بها شكل السيستم فنجد هنا عدة سيستمز او عدة انظمة مختلفة خاصة بانظمة الطاقة الشمسية زي النظام المتواصل بالشبكة والنظام المتواصل او الستاندار لون سيستم او الوف دريد سيستم هنا الايكون زي تالتة الخاصة بنظام الرأي بالطاقة الاختيار الاخير بيكون هو عبارة عن الديسي جريد او دابكم موجود في بعض الدول ولكن قليل جدا ما يتم استخدامه فهنا اللي احنا نستخدمه النهاردة هو البومنجي سيستم مجرد ما اضغط على ايكونة البومنجي سيستم هيبدأ يفتح لي صفحة تصميم جديدة خاصة ب اشتركوا في القناة بيظهر عندي الشاشة الاختاحية الفاصة بانظيمة الرأي بالطاقة الشمسية بيتم اختيار او تعريف الفايل نيم اللي انا هحطف في البرنامج وبقدر اسمي البروجيك نيم زي ما انا عايز اسميه هنا في الفيل بتاع البروجيك نيم باختار المتيو او اللوكيشن اللي موجود في موقع المشروع وهنا بصراحة الاختيار بيتم لما باختار الموقع بيتم تحميل كافة البيانات الخاصة بالطاقة والبيانات الخاصة بالطاقة الموجودة في المكان وكذلك سرعة الرياح فكل البيانات الخاصة بالمكان او بيتم اختيار اللوكيشن بتكتب اللوكيشن الخاص بالمكان اللي هو دارة العرض وخاصة طول الخاصين بالموطع وكبتر المكان ويتم مساعتها يعني لو احنا هنا حبينا اللي هو ما يسمى او ما يملك الـ 25 point الـ 5-8 اللي هو الـ 28 point 9 من كلال الـ coordination او الاحداثيات نستطيع عمل الـ import الـ import هنا يتم اتكال كافة البيانات الخاصة بالـ location ده من موطع ما يسمى بالميتيو نورم وده موطع يحوي كل البيانات الخاصة بالـ tax وشعر الشمسي في كل المناطق وما ينظرها من الاحلاسيات التي تم يدخلها للبرنامج فهنا بيتم عمل الـ import للبرنامج بحيث يعني ان هو يدخل كل البيانات الخاصة بالـ tax اللي احنا نستخدمها في عملية الـ simulation دي كل البيانات ان هو في كل شهر بيقولك كمية الـ kW per meter square الدقيق لكل شهر ودرجات الحرارة الموجودة وسرعة الرياح والرطوبة وكل البيانات الخاصة فاحنا هنا ضفنا كده الـ location ده بكل الاحديسيات الخاصة بكل المعلومات الموجودة فيه للبرنامج فبعد ما ضفنا الاحديسيات والبيانات الخاصة بالـ tax هندخل على اول ايكون هنا اسمها الـ orientation بس هنا لازم نسايف المشروع بداية هنا الـ orientation الـ orientation هي فيها التالت انجل الخاصة اللي هي زاوية ميل الالواح الطاقة الشمسية والازمس انجل درجة توجيه الالواح اه في اتجاه الجنوب هنا لو غيرنا خلينا نلاحظ ان النقطة الحمراء الموجودة في نهاية الخط الازرق هي تمثل هذه النقطة وده كده توجيه اللوح الى اتجاه الجنوب في حالة تغيير الازمس انجل فهتم تغيير الـ orientation فهنفرض مثلا غيرناها لعشرين فهنجد اني تم تغيير اه او توجيه الالواح لعشرين درجة عن اتجاه الجنوب ولكن هنا عن عندنا في مثلا كيس بتاعتنا هنخد ان هي زيرو اه ان هي في اتجاه الجنوب مباشرة وزاوية الميل ممكن نخليها تلاتين اه درجة وقبل كده كنا شوفنا هنا الـ maximum اه او الافضل زاوية تلت فنقدر من هنا نغير ونشوف الـ maximum اه تلت انجل الخاصة بالـ location فانا الـ maximum تلت بالنسبة لي هنا اه في مسلا اني هتكون عن درجة اه ميل اربعين درجة واه اه احنا بناخد درجة مدام انجل ناخد درجة مناسبة تكون قريبة لآآ اللونجتيود الخاص بالمكان احنا هنا في السيستيم انا اخدها 25 درجة وانا اعتبرها ان دي مش خاصة بالفاصل معين هنا انا اخد ان هي طول السنة هاخد ثبتها لان النظام عندي عندي اكتر من بلان اه او اكتر من نظام تثبيت زي ما كنا تكلمنا انظمة فاحنا هنا النظام اللي هنساعدينه هو نظام اهم ايكون هنا ودي اللي تفرق انا طبعا انا اتكلمت سريعا لان احنا كنا اتكلمنا قبل كده على آآآ البيبي سيستو كافية استخدامه والبرانترز الخاصة والورينتيشن والتفاصيل دي هلا يوجد موجودة الي مش هلا يوجد او مش هلا يوجد منتشر هي الووتر نيدز الووتر نيدز او احتياجات المياه اه دي حاجة خاصة بانظيمة الرأي بالطاقة الشمسية اولا هنا هنلاقي في آآ صفحة آآ آآ عنوانها من فوق البند او دي خاص بالهيدروليك سيركيت وكل المعلمات الفنية المطلوبة فيها. فانت لازم يكون عندك كل البنات دي حتى تستطيع استكمال عمل باستخدام برنامج جديد. هنا اول عندي فوق. هنا بختار طريقة او النوع السيستم المستخدم. فهنا عندي انا عندي بسحب ميا من خلال بير الى خزان او بسحب ميا من من بحيرة او نهر الى برضو خزان او او النظام المتعرف عليه انا هسحب ميا من بير هترودها الى مساحة مزروعة ببعض المحاصيل. ده الاختيار الانساب عندنا. هنا بيسألك على بعض المعلومات المهمة جدا ما يسمى بالستيك ديبس. هو عمق الميا موجودة على قبل السحف وقبل التشغيل. فوش الميا مسلا او او النقطة اه للميا موجودة على عمقه دي. زي ما هنا باين في الشكل موجود. فده لستيك ديبس. عندك سيستم هنا خمسة اربعين متر. اه المكسوم بامبينج ديبس اه سبعة اربعين متر والبامب ديبس. يعني ده المكسوم بامبينج سبعة اربعين والبامب بتكون نزلة اكتر من المكسوم بامبينج ديبس. اه هنخليها هنا ايه خمسين. اه البرهول ده اللي هو كتر البير. يعني البير ده ليه كتر. كتر البير اللي ينزل جواهي المواسير. مواسير السحب بين البوند. لكتر هنا تلاتين سنطي. هنا بيكون نسبة الهبوط في المياه في البير مع التشغيل دي بيتم الحصول عليها من آآ الشركات حفر العبار. التب عارف هي بيحصل نسبة هبوط قد ديه كل ساعة او مع كل آآ سحب لآآ كل متر مكعب مياه بيتم سحبه على مدار الوقت. آآ الفيلد التاني او البوكس التاني خاص بالستورج تانك. او الخزان المستخدم في تخزين المياه. آآ طبعا البرنامج هنا احيانا بيتم مثلا استخدام الرأي آآ دون استخدام خزان ولكن البرنامج لازم ادخل فيه قيمة الخزان. يعني لازم قيمة الخزان يكون موجود عندي طب قيمة الخزان بيتم تحديدها بتم تحديدها من خلال آآ يعني عدد الايام اللي بيتم اعتماد فيها على الطاقة الشمسية او على البوم آآ آآ ادي ايه. zehn وتوني هي عدد الايام لاعتماد على في الغيابي الشمس. وآآ حجم الاحتياج اليوم من المياه. فنفترض لو انا عندي في اليوم آآ انا ماحتاج آآ الفين متر مكعب من المياه. الفين متر مكعب من المياه ده احتياج يومي للمياه. وانا هعمل الديز افوتونيمي يوم واحد. فبالتالي هيكون عندي حجم الخزان الفين متر مكعب. لو انا عايز يكون يومين يعني انا عندي اخزم في المية بحيث لو لابت الشمس المدة يومين ومش موجودة اقدر استفيد من كمية المية المخزنة في مثل هذا الخزان. فهنستخدم اتنين في الفين اللي هي اربعة تلاف متر مكعب في اه اليوم. او الخاص بالخزان. اه طبعا دي ابعاد الدامتر والووتر الخاص بالخزان يعني الطول والعرض الخاص بالخزان وسواء هو البوتوم ماتيكيودي يعني هل هو بكم تغذية الخزان من اعلى او من اسفل. هنا البوكس الثالث الخاص بالهيدروليك سيركت والمواسير. هنا بيقول لك نوع المواسير المستخدم في الرأي ايه؟ فهنا بولي افلين مية اثنين وخمسين ده الدامتر الخاص مية اثنين وخمسين ميلي ده الدامتر الخاص بالمصورة المستخدمة. البومبينج لينس طول المصورة اللي صادتة في البير احنا قلنا الترومبة هتنزل على خمسين متر وبالتالي طول المصورة عندي خمسين متر. عدد الاكواع الموجودة فنفترض ان فيه كوة واحد وده هياثر معنا طبعا في فتير البومب وده هنعرفه عند الحسابات المانوالية او الحسابات اليدوية. في فيه بيتم برضو وضعه على حسب نوع المواسير وعلى حسب عدد الالبوز وده ما يشكل ما ما يعرف باسم وده ان شاء الله انا اتطرق ليه في الاسلائدات اللي جاية فانا قصدي لما استخدم البرنامج بيكون عندي كل البيانات دي الخاصة بالمواسير او هيدروليك سيركت الخاصة بالبير والاستاتيك ديبس والماكسام ديبس او بومبين او بومب هنجد بيانات الخزان المستخدم هنجد طريق الترافع المية المستخدمة وبالتالي احنا كده خلصنا البومبينج هيدروليك سيركت النوع الثاني الووتر نيدز احتياجات المية اليومية طبعا احتياجات المية بتم تحديدها مثلا لو انا بستخدم في القطاع الزراعي فانا عارف المحصول ان زروع اتم عدد ساعات الرأي كان ساعة في اليوم والمحصول ده بيحتاج كم متر مكعب من المية فبالتالي هيكون عندي الاحتياج ليومية المية واحنا زي ما اتكلمنا عنه عند تحديد ساعة الخزان اقولنا ان احنا محتاجين في اليوم الفين متر مكعب من المية وبالتالي هنا الووتر نيدز عندي الفين متر مكعب من المية وانا عايز الالفين ده كمتوسط على مدار السنائير لي يعني انا مثلا ممكن محصول عندي انا بنستخدم كمية المية دي في الشتاء اكتر او في الصيف اكتر وبالتالي انا بحديد كمية المية اللي انا بنحتاجها وفقا لتطبيق وفقا للمحصولة اه او ديبس اللي احنا العمق الستاتيك اللي احنا كلمنا عنه اللي هو وش المية موجودة عندي على كم متر فهنا الي يكون استنت برضو هاخد متوسط على مدار السنة لاني ممكن مكتوب المية ده بيتغير مع دروت دون او ان تعويض البيير ما بيكونش كافي فبيبتم تغير للستاتيك ديبس فبالتالي انا استخدمه كقيمة متوسطة على مدار السنة هي خمسة واربعين متر. ااا اليونت سلانة باستخدمها متر مكعب من ساعة او اا المتر الخاص بالاااا الووتر اليونت سلانة باستخدمها. هنا اعمل الجدول كده في ملخص ان هنا من خلال البيانات اللي تم ادخالها في الصفحتين دول. بيقول لك اللي انت هنا محتاج في اليوم الفين متر مكعب من المية. وهتحتاج كده في السنة تلاتة وسبعين او سبعمائة وتلاتين الف متر مكعب. وتقريبا الييرلي افريج هيد هو حوالي سبعة واربعين متر طبعا تجيما تكلمنا اني ده متوسط الخمسة واربعين اللي احنا نتكلمنا عنه. والهيدروليك انرجي المطلوبة والبيبي نيد اللي انا مطلوبة ده ملخص بس جاست ساماري حتى انتبه انت تعريبا محتاج عارف المحتاج قديه خلال السنة عشان لما تعمل تشوف انت ورائب من الرقم ده لو سبعمائة وثلاثين أقل في متن مكعب السنة ولا لا. فاحنا كده سيبنا. هني بطلب منك بعد كده بعد ما تم اختيار الووتر نيت متكلمنا عليها هنا خلاص. هنا بيتم اختيار السيستم. السيستم مقصود بيه الخلايا المستخدمة ومقصود بيه او درايفر اللي هو ومقصود بالبومب. فهنا البومب المستخدمة طبعا انت بتختار المانفاكتشرر. احنا قلنا احنا اه كانت مشكلة بي بي سيست اني مش موجود في الترومبات كلها المستخدمة في السوق وبالتالي انت بتستطيع لازم مانوالي تدخل كل بيانات الموجودة قدامنا دي. فنجد مثلا دي جنرال داتا زي الموديل والمطنع وتفاصيل الخاصة به للتهلاك سواء البور والكيرب نفسه الخاص بالبومب فانت يجب احنا طبعا ده نفس الكيرب اللي كنا اتكلمنا عنه في بامب او سب نرسم البومب فهنا لازم برضا يكون اكون عارف او ارسم الكيرب داخل البرنامج ودخل كافة البيانات الخاصة بالترومبات حتى الابعاد الخاصة بالنفسه الخاص بالترومبات لازم اكون اعارف كل التفاصيل الخاصة بالفلوريت وبالهيد وبالهيد وبالإفشيشنسي اكون عارف برامة الخاصة بالفولتج والنومينال والأبسلوت ماكسامل تارنت ماسحول من الترومبات وابكون اعارف برضو طريقة السحب هتكون عاملة زي هل هي الترومبات سطحية ولا هي ترومبات واطسة هنا برضو نوع ترومبات سنترفيوجل ولا بوستن ولا يعني الحسب بها البروجاتي او روتاتيينج ديس بليسر على حسب نوع البومب المستخدمة فاحنا اتكلمنا ان هي سنترفيوجل مالتيستيج يعني متعددة المراحل والنوع الموتور اللي عندي او الكريكسايد زي ما اتكلمنا كان فيه دي سي موتور كنا اتكلمنا عنه في المثال هنا الموجودة عندي يعني او تلاتة فاز فده كده لازم كل البيانات التعريفية طبعا احنا تم ادخال البيانات دي كلها في وقت قبل عشان نوفر على حضرتك ولكن اه لو احنا حابين ندخل ده ممكن بعد ما نخلص ان شاء الله اقول لحضراتكم ازاي بتبدأ تدخل كل البيانات الخاصة دي من خلال التشيئة الخاصة بالبومب فانا كده تقريبا عملت كل البيانات الخاصة بالبومب فانا عملت سليكشن البومب واخترت البومب فانا يعني تمام الجزء التاني الخاص يعني احنا دخلنا كده على السيستم فاخترنا البومب وبعد ما اقولت لحضراتكم احنا دخلنا كل البيانات الخاصة بالبومب من خلال التشيئة لو انا معي من المورد بابدأ اعمله اعمله في البرنامج وبشغل عليه مباشرة النوع التاني هختار او المهم التاني اختار عدد الخلايا او اختار نوع الخلايا اللي موجود عندي فنوع الخلايا هنا مثلا اختار او ممكن اختار اي نوع اخر حسب النوع اللي انا شغال به هنا بختار الكنترولر نفسه او لا لا فبختار برو شكل الكنترولر عامل ازاي وهنا بقول عدد الخلايا الموجودة مثلا في السيستم اد ايه دايما هنا بلاي رسائل موجودة طبعا اللون الرسائلة بيقول لي بيقول لي لو هنا باللون الاحمر فهنا بيقول لي في مشكلة مش تقدر تكامل فلازم تحلها اه لو باللون الورنج بيقول لي خلي بالك ان في حاجة مش احسن حاجة فهنا كاتب ان البومب اكبر من احتياجات البير ديوتو ده احنا حطينا كان اتنين في المية وده شايفكم ان هو اا يعني عامل مشكلة عندي هنا في السيستم ولكن هنا مش مشكلة مش هتأثر عندي على السيميليشن فهستطيع اللي انا اقول اوكي ما فيش مشكلة بعد كده بختار انا كده اخترت في السيستم اخترت البومب اخترت عدد الخلايا الموجودة عندي وعملت اوكي بعد كده يكون عندي عندي خاصة بدرجات الحرارة الموجودة ودي طبعا متتأثر على حسب نوع الماونتنج وحنا كنا تكلمنا في البداية على ان فيه او اللي هو متركب على درجة تلتة او درجة ميل معينة بيوتيح للهوى ان يحصل له او من شكل كويس وبالتالي ده هيكون لمعامل معينة او معينة لو احنا غيرنا حسب طريقة التزبيت هنلاقي ان المعامل هنا بيدواجر نقص فاحنا هنا الطريقة اللي احنا نستعمل بها اللي هي او اللي هو اه الشاسية السابت اللي هو فيه اه بمسار للهوى وبدرجة تلتة او درجة ميل معينة الخاصة بالمفطية الكهربية الموجودة عندي دي سبعة من عشرة دي هي او المحجوز على الضيط اللي موجود اه على اه طبعا الخلايا كلها عبارة عن ضيط وكرنسورس اه فده الخاص بيوتيحين سابعة من عشرة محجوز على الخلايا وده ده ،طبعا هنا هي مظام الجديدة. طبعا احبطينه هنا لسّس بالثالب عشان انه طبعا اي قيمة مجابعة بيحتسبها بالثالب او بيترحف من القيمة المنتجة من الطاقة الكهنوبية فلولا احبطت اي قيمة من قيم qui مجابعة هيحبتها قيمة مجابعة يعني بدلا ما يترحف من القيمة المنتجة هيزودها على القيمة المنتجة. احنا حطينا نقص ثلاثة لان المعظم الخلايا الشمسية الجديدة بتتيح بيكون عندها مثلا الباور توليرانت مثلا من زيرو لفمسة في المية او من زيرو لثلاثة وط على حسب النسب فاحنا هنا حطينا كأنها في ثلاثة في المية زيادة عن الباور يعني الباور مثلا لوح عندي ربعمائة وخمسة فهو عنده في ثلاثة في المية في احتمال ان هو ينتجهم لو صدفة الظروف المناسبة لذالي وبالتالي حطينا قيمة اللوس بسالب ثلاثة في المية الـ id loss factor وده degradation او انتاجية بتاعة الواح الطاقة الشمسية بتتأثر مجرد تعرضها للشمس وده ظاهرة خاصة بزرات سيليكون اللي هي المكون الاساسي لألواح الطاقة الشمسية مجرد ان بتعرض للشمس بيحصل تقيمة فقد معينة هنا default value بتاعتها اثنين في المية وهنا بصراحة يعني من اهم الحاجات اللي موجودة وده يعبر عن قيمة او مدى تعرض الواح الطاقة الشمسية للاتريبة وللغبار فلازم توقف بعين الاعتبار يعني مثلا في المناطق الصحروية بيتم تعرض الواح لكميات من الاتريبة كميات كبيرة جدا تؤثر سلبا على الانتاجية الواح الطاقة الشمسية فبالتالي ممكن نخلي هنا اربعة في المية مثلا لو انا السيسم عندي موجود في الصحرة او خمسة في المية لو هو معرض لكميات اكتر وبالتالي هيأثر على الانتاجية الموجودة طبعا الديفولت باليو هنا ثلاثة في المية فممكن احنا هنا نخليها اربعة في المية نرجع بس عفوا للوسز التانية نسينا نقول المسماتش لوسز مسماتش لوسز بيقول لك ان الخلايا كلها مش متطابقة مية في المية بيكون في فرق بين الكل اللوح والتاني ويكون في فرق بين الكمبوننت المستخدمة نتيجة المسماتش عدم التطابق او يعني الخلايا مش ايدنتيكال مية في المية وبالتالي هيكون في اه مسماتش لوسز خاصة كذلك اللي خارج والورينتيشن يعني كل اللي لو عندي اكتر من استرينج واكتر من جاسي ما موجود عندي في الموقع مش هلاقي الجهود الخاصة بالسترينجات متساوية مية في المية او ايدنتيكال مية في المية هلاقي في وهنا تقريباً بتاعتها 0.1% ودي قيم لازم اخدها بعين الاعتبار. كلنا حطناها الخاصة بالاتريبة حطناها اربعة في المية. وباطي الموجودة والتقادم تقريباً كانت اهم اللوسز اللي هتكلمنا عنه وباقي اللوسز تقريباً وبغيرش فيه حاجة في انظمة فكده احنا تم ادخال اللوسز اللي موجودة دلوقتي اقدر نعمل سيميليشن فقدر ارون سيميليشن يبقى انا كده اول حاجة راجع سريعاً تم ادخال التلتة انجل والازمس انجل زيرو دي على حسب اللوكيشن اخترنا الير لردياشن ييل. اه الووتر نيدز قولنا ان احنا محتاجين في اليوم الفين متر مكعب. قولنا ان احنا لسا تكد بتاعنا كانت 45 متر. دخلنا البيانات الخاصة بالبير ودخلنا البيانات الخاصة بالخزان اللي بيتم تخزين في المية. وتم اختيار نوع الموسير المستخدم واقترها وعدد الالبوس او الاكواع الموجودة اه في السيستم عشان يحدد نسب الموجودة وتأثر اه وتأثرها على السيستم. اه بعد كده اخترنا السيستم. السيستم كان فيه البامب اخترنا اه البامب وانا البامب تم ادخال البيانات. هقول لحضراتكم ازاي بندخل كل البيانات الخاصة بالبامب. اخترنا الالواح او نوع دراينز والتكنولوجيا اللي شغال بها. اخترنا عدد الستابنجات. واستخدمنا الموجودة الخاصة بطرق التسبيت وتأثر الخلايا بدرجات الحرارة. اخترنا او المفقيد الكهربية اخترنا الموديول والقواليتي والل اي دي الخاصة بزرات السيليكون والمسماتش الخاص بالبور وبالبول. اخترنا السيليم لوسيس وعرحناها ان هي اه تعرض الالواح اللي اتريبها. وعلى حسب طبيعة المكان بيتم تحديد النسبة الخاصة باللوسيس. فكده تقريبا نقدر نعمل سيميوليشن فاحنا هنا ندوس على الايقل اللي هي ران سيميوليشن بياخد كل البيانات اللي تم ادخالها وبيعمل سيميوليشن عشان يقول لي انا فعلا طلحت كمية المية اللي محتاجها ولا لا. طبعا على حسب السيستم وكل تفاصيله يعني السيستم ده لو فيه آآ رسومات بيكون في آآ تفاصيل كتيرة جدا من هنا بقدر اشوف ال الريبورت اللي موجود عندي. ده التقريب ها بيكون فيه كل آآ التفاصيل اللي موجودة عندي في السيستم. ده وفوفنا هنا فيه مشكلة في السيستم. اللي موجود لك فيه لوسس كبيرة جدا يعني هنا مثلا ديه الطاقة المنتجة وفيه لوسس آآ اندر درو داون لمد. فالدرو داون او احنا عشان حطينا درو داون كبير في الوير بالتالي اثروا شكل سلبي محقاش كمية المياه المطلوبة منها. هلو نرجع تاني كده اللي موجودة بميت. والدرو داون. قللناه شوية. ده طبعا القيم دي بيتم آآ تحديدها من آآ شركات حفر الاباش. فعشان كده آآ راكم دا مهم. زي ما احنا قلنا هيأثر عندي على السيستم وعلى كمية المياه اللي بيتم آآ دخها. اعمل سميوليشن تاني كده ونشوف النتائج مع بعض. طب احنا ما بيارنا درو داون واضح كفار كبير جدا بين كمية المياه اللي تم دخام قريبة من ده الرقم الكلي لو تبتكروا احنا قلنا محتاجين في اليوم. الفين مكعب في اليوم. ففي السنة هنحتاج الفين متر مكعب في تلتمية خمسة وستين يوم عدد ايام السنة. هيدين الرقم دل اللي هو سبعمية وتلاتين الف متر مكعب. هنا الكمية المنتجة حوالي اتنين وسبعين الف تسعمية او اة. سبعمية وتسعة عاشرين الف. في فرق تقريبا 1000 متر مكعب. او اقل يعني حوالي تبن ميت و tested 잼 ميت او 700 متر مكعب مياه. ده اكلل كنا يعني كويس اللي احنا حصلت مشكلة ده ودي عشان ده عامل مهم من الحاجات اللي ايه ايه يجب انتوخز بعين الاعتبار عندي تصميم اه بستخدام برنامج ودي زي ما قلنا راكم مهم جدا بيتم اه اغزو من شركة حافي الابار وتقول لي معدل الهبوط في المياه مع السحب اه في البير ده قديه ونسب التعويض الموجودة في البير ده قديه طبعا دي شركات مختصة بالمياه هي اللي بتقول الكلام ده فانا اه لو رايح هيصم المحطة الطاقة الشمسية لازم اعرف نسب تعويض البير ونسب الهبوط في المياه مع التشغيل طبعا هنا لما اطلع الريبورت الخاص بالطاقة الشمسية او بالبي بي سيزت هنجد ريبورت تفصيلي هنستعرضه سريعا من كده سوا طبعا التقرير زي ما يباين دي بباين في اسم المحطة طبعا واللوكيشن يعني تقدر تكتب اي على حسب المشروع احنا بس كانوا عامين حاجة سريعة كده عشان البرزنتيشن والميتيو ديتا الموجودة ده اه تم اوضل من موقع لو تفتكروا بتلك الموقع ده يحوي كل البيانات الخاصة باللوكيشن ده انا بيتم ادخاله فطبعا هنا عشان البرنامج اللي اشغال عليه تريال فبيكون عليه القيم مش ولكن لو برنامج بلايسنس ممكن تلاقي القيم دي لحد الفين وعشرين او الفين وعشرين فبتلاقي القيم ادخل شوية ولكن القيم فتكليبش كتير يعني اه هنا بيلاقي البيانات الخاصة بالسيموليشن او البيانات الخاصة بالترومبا وبالبير ده كان كمسة واربعين متر ده طبعا عشان هنا بيظهر احنا كنا كتبنا اتنين من الف فهنا بيظهر فالترومبا نزل على عمق خمسين متر والماكسيم كان سبعة واربعين دي كل البيانات اللي احنا تم ادخالها وده نوع البامب اللي تم استخدامه وده بيانات خاصة بالبامب اللي احنا لو تفتكروا قلنا رسمنا بها الكيرف الخاص بالبامب ده تلت انجل وزاوية ميل الخلايا كان خمسة وارشين الازمس زيرو كل البيانات الخاصة بالشايدينج واللوساز خاص بالشايدينج كل الارواح المستجدامة واعدادها هنا في الصفحة التانية هنلاقي بيانات عن اللوسز لا شكل المحطة طبعا كان تم رسمه ودخاله للبرنامج فعشان يحسب الشايد الموجود على الخلايا وهنا كده كان الشايدينج دياجرام بيقول لك شكل الشايدينج والتأثر الخلايا دي بالشايدينج بيؤثر ازاي على الانتاجية على مدار السنة وعلى مدار الفصول وعلى حسب درجات ميول الشمس هنا طبعا الصفحة التانية موجودة عندي دلوقتي فكل الطاقة المنتجة هنا تقريبا بيقولك ان كمية الطاقة او كمية المياة اللي تم دخاها حوالي سبعمية تسعة وعشرين الف دي اللي شفناه في المنفص لما استعرضنا عملية سيميليشن فادي كان سبعمية تسعة وعشرين الف ولا انا كنت محتوي كان سبعمية وتلاتين الف وفقار تقريبا سبعمية كيلو او سبعمية وتمانية كيلو بالزبط. اه عندي كمية الانيرجي كان مية خمسة وتلاتين ميجا او مية خمسة وتلاتين الف كيلو يعني. اه فدي كلها بيانات ودي الجرافز وفي هنا حاجة مهمة جدا تقريبا سبعين في المية. طبعا الارقام دي اه لو اه بيانات البومب والحاجات دي الداخلها مزبوط فالارقام دي بتكون قريبة جدا من اللي بيحصل في الواقع. وطبعا اه ده الجدول مهم جدا. لو حضرتك متعاقد مع عميل يهمك القيم الموجودة في الجدول واللي كانت موجودة في طبعا بيكون في يعني طبعا دي كلها ده سيموليشن وده التنبؤات ولكن مع التغيرات اعتقد اه احنا بنكون في تقريبا خمسة في المية الراقم ده. يعني ده كمية المية اللي بيتم مدخها شهريا بالمتر مكعب كل شهر. مسلا في شهر يناير بيتم دخل آآ ست تلاف او واحد وستين الف خمسون مية تلات واربعين متر مكعب وهكزا مسلا اتنين وستين الف ده في شهر خمسة. آآ طبعا احنا هنا ممكن نلاقي آآ ان كمية المية اللي تم مدخها مسلا في شهر ستة. اللي هو مفروض اصلا آآ الصيف. آآ ممكن اقل مسلا آآ من شهر تاني زي. زي مسلا ديسامبر. طبعا آآ آآ ده جهة ثالثة ان على حسب ايام السنة تقريبا آآ او على حسب ايام الشهر. آآ هنا بيحسب آآ اشهر آآ على تلاتين يوم وعلى تمانية عشرين يوم زي شهر آآ 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 الف متر مكعب في الشهر. ده عشان بس عدد ايام الشهر. ده لي هقلوك عدد ايام الشهر. ولكن لو حبينا نشوف الكيلوات اور المنتج هناجد فعلا الزيادات آآ مع ام تتزايد مع شهور الصيف عن اشهر الشتر. فده الجدول ده مهم جدا. زي هو انه بيكون فيه تباين حوالي خمسة في المية. وده اهم كولوم بالنسبة لي اللي هو المية اللي تم ضخها كل شهر. وهي بيكون فيه تباين خمسة في المية. يعني لو الواقعي بلاسور مينس خمسة في المية عن الارقام دي. فآآ يعني ده اكسبتة بلو مفيش مشكلة خالص في السيستم. ده طبعا شكل اللوسيز لو تبتكروا كان فيه هنا آآ كان فيه لوسيز كبيرة بسبب درو داون دلوقتي بس اللوسيز اللي هي ان يوز انرجي التانك فول لان احنا التانك اللي احنا حطيه كان الفين بس الفين متر مكعب وبالتالي شايف ان الشاكم ده قليل عن التلمية المية المنتجة ففيه التلمية المية مش مستغلة فيه اليوم وبالتالي آآ حل دي بان احنا نزود قيمة التانك آآ شوية طبعا قيمة التانك قلنا دي قيمة افتراضية لان المشروع واقعيا نحوش تانك آآ معظم المشاريع يعني بالتالي احنا بنحطها بس عشان نكمل وده كان التقرير الخاص بالطبعا قلت لحضراتكم ازاي هندخل لو انا عندي مثلا سيستم وعايزات ما عنديش انا بيانات البومب او ما عنديش الفايل الخاص بالبومب فانا هنا محتاج فهنا اروح للشاشة الفتاحية الخاصة بالبرنامج يكون عندي في داتا بيز داتا بيز دي فيها كل الكمبوننت المستخدمة آآ في برنامج البي بي سستم هنروح هنا على البومب او المدخات هنا كل الانواع الموجودة في البرنامج لو انا اعايز ادخل نوع جديد مش موجود هنا خالص فبعمل نيو يظهر لي كل البيانات الخاصة اقدر هنا اكتب الموديل مسلا هنكتب موديل كده سريعا يعني انا كتبت موديل كده سريعا هنكتب ان هو ده سنتابع في هنسان هنا الموتور طيب انا كان اي سيتيت سري فيز تمام البومب هنا كان مختار طبعا كل التفاصيل بعملها مانيوالي باكتب بقى انه من المسلا كان تلتمية وتمانين الباور يعني اكتب بقى قيم تقريبية انا طبعا مش معايا ديتا شيد فانا بالتالي هنحط قيم بس عشان اقول له لحضراتكو اه هنا الباور عند طبعا دي القيم الاتش نومنال والاتش مينمال وآ مينمام والاتش ماكسيمم يعني دي القيم الخاصة بالكيرف الخاص بالبومب فيه طبعا قيم بيتم اغزاها آآ خمسة وسبعين ومسلا الباور هنكتب مسلا سبعين دي ارقام طبعا افتراضية افتراضية هنستخدمها هنا ممكن نبود مسلا مية سمية وعشرة وهكذا يعني احنا يبدأ بقى كل ديتيل برامترز الخاصة هنبدأ نكتب المينم او بريتنج بولت النوص المتاع الممكن لكي تلتمية وخمسين هنطبع بيكون تيرجوريشن حولين الرقم ده والمكسيم مسلا ربعمية فهنكتب اللي احنا كاتبينه او يعني ايه كل الباورز الخاصة بيه مثلا ماكسيم كارنت مثلا عندي مية وفمسين امبير او مية وعشرين امبير دي الفاليوز اللي انت مفروط لك ثاله هنا بيقولك الهيد والمع الباور فاليوز واللي هتختار اني بالزبط يعني ايه العلاقات اللي هترسمها وايه الكربات اللي هتترسم فهتختارها دي الهيدرول اكسايد وهتختار الديمينشنز الخاصة بالبومب الطول والعرض ده طبعا كل البانات دي موجودة في الداتاشيت ودي برا طبعا دي الحاجات الكميرشال من المصنع والعلامة التجارية كل البانات دي كلها وممكن الاسعار لو انت عايز فتكتب كل التفاصيل دي طبعا احنا بقولها اقولنا البي ام بي ده الفايل الخاص واللي بيحمل كل بيانات البومب فالفايل مثلا هتنكتب اس اس طيب احنا كده محتاجين نعمل البعض التعريفات هنا طبعا ده هنا عشان ترسم الكرب بتاع البومب الخاص بيه البومب فانت هنا اه بتكتب طبعا قيم الفلوريت اللي هي الكيو والاتش والباور دي من خلال الداتاشيت الخاصة او الكتالوج الخاص بكل بومب فالفلوريت مسلا هنكتب ارقام طبعا عشان اه طبعا هنا ظهر ان احنا كتبنا اكتر من لو رجعنا الاول داتا طبعا انا عشان بكتب قيم اه افتراضية سريعة اه طبعا مش هاي بيانيا مسلا هتبقى القيم احيانا اه مختلفة دي فاين دي سي فوق بولتد مسلا خمسمة واربعين اه فادي نقطة ممكن اضيف اضيف كمان نقطة هنا مسلا واكتب القيم بتاعتها ممكن اضيف كمان نقطة هنا يعني سريعا بس عشان الوقت فممكن نرسل كيرب زي كده للبامب فانا كده عملت الايه كيرب الخاص بالبامب واضيف اي نقطة زي ما انا عايز طبعا النقط اللي انا بضيفها هنا ينزلها قيمة معين وهيد معين فتقريبا مسلا اه فانت كده ضيفت الجزء الخاص دي البامب وبعدها هتلاقي البامب مفروض هتظهر معاك هنا في كل البامب الموجود على السيستم بعد ما ضفت البامب هنا لما تيجي مفروض تعمل ديزاين بامبينج سيستم البامب ديفينيشن ده كل البامب اللي انت مفروض دفتها هتكون موجودة عندك هنا. طبعا جالبا البامب اللي هي ايه? اه نوع تاني او ده لون تاني بحسب نوع البامب اللي موجود عندك. ده كان سريعا طبعا القيم كل ما كان دقيقة كل ما كان السيستم عندي هيطلع بشكل افضل. ده كده بشكل مبدئي خالص موضوع البامب زي ما قلنا فيه مشاكل اني مش كل البامب يعني واسل لو اعمالنا ديزاين هنشوف نستعرض البامب اللي موجودة في السيستم هنلاقي هنلاقي فيه بامب اه يعني افترازات قديمة جدا فكاد تكون مش موجودة دلوقتي ففي هنا السيستم هنا ممكن تختار نوع البامب هي مسلا كابراري من اشهر الانواع او فرانكلين او اي كان النوع مسلا فتشوف كل البامب الخاص بالبراند اللي اسمه فتختار النوع البامب من هنا فطبعا هنا فيه الموجودة في البرنامج مسلا هنا دي برضو من اشهر الحاجات الموجودة في البامب فتختار البامب او الموديل الخاص بالبامب دي من هنا طبعا اه على حسب الباور هنا هتلاقي مثلا باور تسعة ونص كيلو فده رقم سغير ممكن انت محتاج رقم مسلا كمسة وسبعين كيلو مما تلاقيه مش موجود هنا فتضطر انت ستتدخل القيمة دي من في بداية البرنامج زي ما اتكلمت دي كده باختصار شديد من خلال برنامج طبعا ده مش مستخدم بكسرة ولو هيستخدم بيتم في لازم نوجد بعض التفاصيل المهمة زي زي البيانات الترومبا بالتفاصيل هي دي بس العقبة الكبرى في برنامج بي بي ست ولكن انا بنجربه كزا مشروع بس يخد شوية مجهود في ادخال البنك وبالتالي بعدها بيطلع طيام واقعية قريبة يعني كميات المية بتكون قريبة جدا بعد القياس بفلوميتر مسلا بعد تركيب المحطة واقعيا بتلاقي طيام المية او ريبة زي ما اتكلمت ان في لازور مينس خمسة في المية فدي ارقام كلها مقبولة ده كده كان البي بي ست الخاص بالبنب نرجع للبريزنتيشن اعتقد مهندس عمر من المناسب ان يكون البريك الاخير بس بعد الساعة الثانية ان يكون الان بحيث ان يعني اعطي فرصة لأداء صلاة العشاء حسب توقيت يعني الكويت اعتقد فاذا يناسبك ناخذوا بريك لمدة عشر دقاق ونبدأ نستأنف الساعة الاخيرة في البرزنتيشن تماما شواندس مع حضرتنا بإذن الله اخواني الحضور امتهينا من الساعة الثانية من الدورة التدريبية للتنصميم نظام الضخر المياه للري الطاقة الشمسية مع المهندس عمر خليفة ناخذ بريك لمدة عشر دقاق ثم نستأنف الساعة الاخيرة من هذه الدورة خلوكم معانا بريك قصير ونرجع مع بعض ان شاء الله اشتركوا في القناة